الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 حساس إعادة تدوير غاز العادم بالدائرة منخفضة ماذا يعني ذلك؟ هذا الرمز هو رمز مجموعة نقل عام يعتبر عاما لأنه ينطبق على جميع طرازات وموديلات المركبات 1996 1996 الأحدث على الرغم من أن خطوات الإصلاح المحددة قد تكون مختلفة قليلاً اعتماداً على الطراز هناك تصميمات مختلفة لأنظمة إعادة تدوير غاز العادم AGR ولكن جميعها تعمل بطريقة مماثلة صمام AGR هو صمام متحكم فيه PCM وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة يسمح بكميات مقاسة من غازات العادم بالمرور إلى الأسطوانات ليتم حرقها مع خليط الهواء الوقود نظراً لأن غاز العادم هو غاز خامل يحل محل الأكسوجين فإن حقنه مرة أخرى في الأسطوانة يمكن أن يقلل من درجات حرارة الاحتراق مما يساعد على تحسين انبعاثات أكاسيد النيتروجين أكاسيد النيتروجين لا يلزم AGR عند بدء التشغيل البارد أو في وضع الخمول يتم تشغيل AGR في ظل ظروف معينة مثل الخانق الجزئي أو المحرك حسب درجة حرارة المحرك والحمل ألخ يتم توفير غازات العادم إلى صمام AGR من أنبوب العادم أو يمكن تركيب صمام AGR مباشرة في مشعب العادم عند الحاجة يطلب من الصمام السماحة للغازات بالمرور إلى الأسطوانات تقوم بعض الأنظمة بتحويل غازات العادم مباشرة إلى الأسطوانات بينما يقوم البعض الآخر ببساطة بحقنها في مشعب السحب حيث يتم سحبه بعد ذلك إلى الأسطوانات بينما يقوم الآخرون ببساطة بحقنه في مشعب السحب حيث يتم سحبه إلى الأسطوانات بعض أنظمة AGR بسيطة للغاية بينما البعض الآخر أكثر تعقيدا يتم التحكم في صمامات AGR التي يتم التحكم فيها كهربائيا بشكل مباشر بواسطة PCM يتم توصيل مجموعة الأسلاك في الصمام نفسه ويتم إدارتها من قبل PCM حيث ترى الحاجة يمكن أن تكون هذه أربعة أو خمسة أسلاك عادة واحد أو اثنان أسباب تغذية اشتعال 12 فولت دائرة مرجعية 5 فولت ودائرة التغذية المرتدة يتم التحكم في الأنظمة الأخرى بالتفريغ هذه بسيطة للغاية يتحكم PCM في الملف اللولبي الفراغي الذي يسمح عند تنشيطه بالانتقال إلى صمام AGR وفتحه يجب أن يكون هناك أيضا موصل كهربائي على هذا النوع من صمام AGR لدائرة التغذية المرتدة تسمح دائرة التغذية المرتدة لنظام AGR LAM PCM لمعرفة ما إذا كان عمود الصمام AGR يتحرك بالفعل كما ينبغي إذا اكتشفت دائرة التغذية المرتدة أن الجهد منخفض بشكل غير عادي أو أن موضعه أقل مما هو مطلوب فقد يتم تعيين P0407 ملاحظة هذا الرمز مطابق بشكل أساسي للرمز P0405 الفرق هنا هو أن P0405 DTC يشير إلى المستشعر A ويشير P0407 إلى المستشعر EGR بيراجع دليل الإصلاح الخاص بالمركبة لمعرفة مكان حساسسات A وبالأعراض قد تشمل أعراض P0407 DTC إضاءة M A المصباح مؤشر عطل الأسباب تشمل الأسباب المحتملة لرمز P0407 مايلي قصيرة إلى الأرض في إشارة EGR أو الدوائر المرجعية قصيرة إلى الجهد في دوائر EGR أو دوائر الإشارة BAD EGR صمام C بسبب الغضب أو المطاريف فاتفاضة الحلول الممكنة إذا كان لديك الوصول إلى أداة مسح يمكنك تشغيل صمام EGR إذا كان يستجيب وتشير الملاحظات إلى أن الصمام يتحرك بشكل صحيح فقد تكون المشكلة متقطعة أحيانا في التقس البارد يمكن أن تتجمد الرطوبة في الصمام مما يتسبب في التصاقه بعد تسخين السيارة قد تختفي المشكلة يمكن أن يتراكم الكربون أو الحطام الآخر في الصمام مما يؤدي إلى التصاقه أيضا إذا لم يستجيب صمام EGR لأوامرك باستخدام أداة المسح افصل موصل موصل EGR قم بتشغيل المفتاح على الوضع إيقاف المحرك KOEO باستخدام الفولتيمتر تحقق من 5 فولت على السلك المرجعي لصمام EGR إذا لم يكن هناك 5 فولت فهل هناك أي جهد على الإطلاق إذا كان هناك 12 فولت قم بإصلاح التيار الكهربائي إلى الجهد في الدائرة المرجعية 5 فولت إذا لم يكن هناك جهد قم بتوصيل ضوء اختبار بجهد البطارية واستكشف السلك المرجعي 5 فولت إذا أضاء ضوء الاختبار فإن الدائرة المرجعية 5 فولت تقصر على الأرض الإصلاح حسب الضرورة إذا لم يضيء ضوء الاختبار فتحقق من وجود فتحة في الدائرة المرجعية 5 فولت الإصلاح حسب الضرورة إذا لم تكن هناك مشكلة واضحة ولا يوجد مرجع 5 فولت فقد يكون PCM على خطأ ولكن من المحتمل وجود رموز أخرى في حالة وجود 5 فولت على الدائرة المرجعية قم بربط 5 فولت إلى دائرة إشارة EGR الآن يجب قراءة موضع EGR على أداة المسح بنسبة 100% إذا لم يربط ضوء الاختبار بجهد البطارية واستكشف دائرة إشارة EGR إذا أضاءت تقصر دائرة الإشارة على الأرض الإصلاح حسب الضرورة إذا لم يضيء المصباح فتحقق من وجود فتحة على دائرة إشارة EGR الإصلاح حسب الضرورة إذا بعد توصيل الدائرة المرجعية 5 فولت إلى دائرة إشارة EGR يقرأ موضع أداة المسح EGR 100% ثم تحقق من شد طرفي ضعيف في موصل صمام EGR إذا كانت الأسلاك على ما يرام فاستبدل صمام EGR رموز EGR ذات الصلة P0400 P0401 P0402 P0403 P0404 P0405 P0406 P0408 P0409 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 P0409